المنهج العلمية تحفظ الحقوق للجميع حتى لو كنت مختلفا معهم طبعا أكيد يعني وبالتالي في النصوص حضرتك مثلا من الصوفية أنت برغم اختلافك معهم لكن أمين في النقل المفروض يكون العالم هكذا بالضبط أنا بجيب النص من أولي أعايز أقولك حاجة كمان أنا أعز أعطيك حتى بتقرأ بكلامهم يعني عارف لا مش بتصرف يعني لا مش بتصرف عارفة دكتور محمد لو أنت لقيت نص طويل وشلت منه جملتين ثلاثة من النص لازم تحط ثلاث نقاط أفقية جنب بعضها في المكانة اللي انت شلت في العبارة الحزف هنا حزف عشان تشيري أن هنا في حزف يعني في حاجة اسمها أمانة مدققة بشكل لا تتخيله الخروج عن هذه الأمانة بنسميها إيه؟ خيانة علمية بقى سرق علمية سرق علمية فنص الحديث إلى أهله فإن الأمانة في نصه في نصه هيا كنت منتفق على مختلف طبعا هنا بقى في حتة كمان نص الحديث اللي حضرك قلت على دي مهمة جدا أنني لا أقططع يعني زي مثلا إيه؟ ولا تقرب الصلاة لما قال ولا تقرب الصلاة هو أقططع الكلمة من سياقها ويل المصليين أقططع الكلمة من سياقها فالمعنى يختلف تماما عشان كده بنقول للباحثين إذا أردت أن تستشهد بنص وخاصة لمخالف اللك تريد أن ترد عليه لابد أن تريده بتمامه أحسنت لأن إحنا لقينا في بعض كتب التراث وخاصة عند المخالفين اللي لنا في الدين زي مثلا يحيى بن عدي أنا كلمتين بسرعة جدا يحيى بن عدي ده رد على أبي عيسى الوراق اللي أنا جبت سيرت من شوية لما لإن اسمه الرد على أبي عيسى اسمه كده الرد على أبي عيسى الوراق ليحيى بن عدي ده فيلسوف نصراني عشان في قنة الظمن الخامس يعني بعد أبي عيسى الوراق بأكثر من مائتي سنة وعلى دين غير وعلى دين غير فهو رد على أبي عيسى الوراق في كتابه الرد على الفرق السلاس من النصارى فوجدنا يحيى بن عدي عندما ينقل نصوصا من أبي عيسى الوراق يقططعها من سياقها خطأ وأحيانا يزيف فيها إيه الهدف من كده حتى يسهل حتى يسهل لنفسه لانقضاض عليها بما يخدم أغراضه وأفكاره حتى يسهل لنفسه نقدها فعشان كده بنقول أنت تجيب النص بتمامه وكماله بغير زيادة ولا نقصا وفاءا للأمانة العلمية فهذا اللي هنعمله إن شاء الله هذا هو منهجنا في البرنامج ومنهجه أصلا في كل ما كتبت في كل ما كتب هذا هو منهج في التوصيق حتى لا نظلم ولا نظلم ترجمة نانسي قنقر